موسيقى سيدات والسادة ومشاهدي قناة الحياة أصعد الله صباحكم وهناكم بالصحة والعافية أهلا بكم فرقائكم الأسبوعي المتجدد وعيادة الجهاز الهضمي والكبد النهاردة عايز أطرح موضوع غاية في الأهمية العالم كله بيكلم عن مشكلة التلوث التلوث البيئي التلوث الهوى تلوث الميا تلوث المواد المستخدمة التلوث الإشعاعي التلوث الزري التلوث الكيميائي التلوث المغناطيسي كمان على الفكرة إحنا أصبحنا نعيش في شبكة من الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتحيط بأجسامنا من جراء استخدام أجهزة المحمول ووسائل الاتصالات والكمبيوترات والإنترنت وخلافه فأصبحنا بنعيش داخل شبكة من الموجات الكهرومغناطيسية التلوث خطورته على صحة الإنسان كبيرة جدا بدءا من الأمراض المعدية والحساسية وانتهاءا بأمراض السرطان العينة وبتؤكد الإحصائيات العالمية أن التظاهر القدرة الزهنية والقدرة الفكرية لدى الأطفال والكبار وانتشار فقدان الزاكرة وضعف الزاكرة وأمراض الألزايمر وخلافه يرجع بالدرجة الأولى إلى التلوث البيئي من الملوثات الأساسية للبيئة اللي النهاردة عايز أحط لمبة حمرى عليها واضحة وصريحة قدام حضراتكم التلوث بمادة الرصاص مادة الرصاص بتحيط بينا في كل حتة التراب اللي موجود في الأرض فيه رصاص وبالتالي حضراتكم اللي داخل البيت وما بيقلعش الشوز بتاعه برا نائل التراب جوه بيته مليان رصاص الأطفال أكتر ناس بيعانوا من التلوث بالرصاص خاصة لأنهم بيحبوا يستخدموا الألوان عشان يرسموا حياتهم الطفلة البريئة دي بترسم حياتها وبترسم أسرتها الجميلة وهي لا تعلم أن ما تمسك به خطر داهم على صحتها بترسم بالألوان الرصاص بترسم بألوان سائلة أو ألوان جفة هي وزملها بعد شوية أو بصوا بدأت إيديها تتلوث وتتملي بالمادة الجواش لازم تتعلم الطفل أنه يمسح التراب اللي على الدسك البخور من الحاجات الخطيرة جدا اللي بنعرض بيها الأطفال الأطفال ما نخليهم شي يحطوا الأدوات في فمهم علشان يرسموا ويتبعوا عادتهم الصحية لازم يغسلوا قديهم كويس قوي لازم نتخلص من الأتربة اللي موجودة في المنزل لازم يهتم بنظافة جسمه وتنظيف أسنانه لازم ما يحطش أدوات الرسم في بقه ما يحطش ألام الرصاص في بقه ما نعرضهم شي لي عادة شم البخور السيئة ودي علامة بتبايد لنا أرجوكم لا تقتلوا الأطفال بمادة الرصاص مادة الرصاص موجودة في الأتربة عشان كده ما نخليش التراب يتراكم كتير داخل المنازل وفي أماكن العمل وخلافه مادة الرصاص موجودة في البنزين عشان كده الحمد لله بدنا نسمع عن بنزين خالي من مادة الرصاص مادة الرصاص موجودة في الدهانات اللي بندهن بيها البيوت وبالتالي هذه الدهانات لو اتقشرت ووقعت والأطفال دول أخدوا الدهانات دي حطوها في بقهم بلعوا رصاص مادة الرصاص موجودة في البخور اللي احنا ليل ونهار بنبخر به للبركة مادة الرصاص موجودة في الكحل اللي بتستخدمه السيدات الكحل المخلوط بالتراب الأسود ممكن يبقى فيه مادة الرصاص مع كتر استخدامه يعمل لهم تسمم مزمن بالرصاص مادة الرصاص موجودة في المواسير بتاعت المياه عشان كده لازم نستبدل مواسير المياه المصنوعة من الرصاص بمواسير أخرى مصنوعة من مواد بلاستيكية أكثر أمانا تمام؟ إذن الرصاص يحيط بنا في أجسامنا طب الرصاص بيعمل إيه في جسم البناء هذا؟ ممكن التعرض الحاد لكمية كبيرة من الرصاص طفل مثلا شرب أي حاجة فيها مادة الرصاص علي ممكن يعمله تسمم حاد والتسمم الحاد ده هنتج عنه ألم شديد في المعدة وقيء ومغس وقد ينقل إلى قسم علاج التسمم الخطورة في الرصاص مش التسمم الحاد التسمم المزمن لأن الرصاص ده لما بيتراكم فيه الجسم الطفل أو جسم البالغ أو أجسام الكبار بيبدأ يتراكم فيه أنسجة الجسم ومن أكثر الأنسجة اللي بيتراكم فيها الرصاص العظم وتدريجيا بيبدأ الرصاص يتراكم أيضا في أنسجة الجسم ومن الأنسجة المهمة اللي بيتراكم فيها بيتراكم في الكلة بيتراكم في الكبد وبيتراكم بين خلايا المخ وبالتالي تراكم الرصاص المزمن أو التعرض المزمن للرصاص أو التلوث بالرصاص أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على القدرة الزهنية والفكرية للأطفال والبالغين وتدهور القدرة العقلية لكبار السن التعرض المزمن للرصاص ممكن يسبب أنيميا شبيهة جدا بأنيميا مقس الحديد لكن في المعامل بيقدروا يكتشفوها من خلال سبغات معينة طب عشان نحمي نفسنا من الرصاص أولا الوقاية خيرون من العلاج اتنين لازم أن احنا في حالة ظهور أي أعراض عن قد تشير إلى احتمالات تصمم الرصاص زي ألام في البطن مغس خط أزرق عند اللاسة أنيميا غير معلومة السبب تظاهر في القدرة الزهنية للطفل لازم نجري ونقس له نسبة الرصاص أحيانا بيستدلوا على التعرض للرصاص من خلال أشعة على العظم أو من خلال قياس نسبة الرصاص في الدم أو أحيانا من قياس نسبة الرصاص وإخراج المواد الكيميائية الناتجة عن تحلله في الجسم من خلال البول أو أحيانا من خلال تحليل الشعر يبقى لازم نهتم بالوقاية من الرصاص طيب في علاجات للتسمم بالرصاص طبعا هذه العلاجات متوفرة في مراكز علاج السموم موجودة في الجامعات في الأصر العيني مستشفى جامعة القاهرة وفي المستشفى عن شمس وفي جامعة الأسكندرية في أقسام متخصصة في علاج التسمم فدي رسالة بوجهها لزميل الأطباء وبوجهها للأمهات والأباء أرجوكم لا تهملوا أعراض تسمم الرصاص مغس متكرر في البطن غسان وقيق بطء النمو عند الأطفال تظهر القدرة الزهنية والعقلية للطفل ظهور خط أزرق عند اللثة ظهور أنيميا غير معلومة السبب ظهور آلام عضلية وآلام في العظام غير مبررة السبب خلاص يبقى التسمم بالرصاص أحد العوامل الرئيسية التي يعاني منها العالم ويقال أن حوالي 40% من سكان العالم بيعانوا من التلوث المزمن بالرصاص نطلع فاصل ونواصل مع حضراتكم النهاردة التلوث البيئي وأثر على صحة الإنسان اتكلمنا عن التلوث تسمم بالرصاص بعد الفاصل هنكون معا التلوث بالمياه ابقوا معا الحقيقة وأنا في الفاصل قبل ما أكلمكم عن تلوث الماء افتكرت عادة سيئة جدا كلنا بنعملها وناخدش بالنا منها ورق الجرايد ورق الجرايد ده يا جماعة فيه أحبار والأحبار دي مليانة كربون ورصاص فأرجوكم بلاش عادة بقى أن ناخد ورق الجرايد دي وأمسح بيها الترابيزة ولف فيها الصندوتيات وحطها وافرش عليها الأكل وانزل عليها زيت كل دي عادات سيئة ورق الجرايد في العالم كله قريت الجورنال بجمعه بأدي لجامع القمامة بيعد تدويره عشان يعملوا منه ورق تاني لكن ورق الجرايد والمجلات وخلافه ما نلفش فيه الصندوتيات وما نقليش عليه البطاطس والعادات السيئة دي لازم نخلص منه تلوس الماء فيه أكتر من 350 مرض بينتقل إلى الإنسان عن طريق الماء الملوس الأمراض دي سواء أمراض بكتيرية أو أمراض فيروسية أو أمراض فطرية يعني مجموعة أمراض معدية وكمان الماء الملوس بالمعادن زي معدن الرصاص والمعادن السقيلة الأخرى تمام وكمان الماء قد يكون ملوس بمواد إشعاعية مصرطنة أو مواد كيموية أو هرمونية يعني النهاردة في العالم كله بيتكلموا عن النهاردة الناس اللي بتاخد أدوية هرمونية لما بيتبول تمام التبول ده المية اللي نازلة فيه بتنزل فيه المواد الكيموية الهرمونية اللي هو بيأخدها وبالتالي قد تلوث ماء الصرف وماء الصرف لو اختلط بماء الشرب بيعمل مشاكل فظيعة جدا من الأمراض والحميات المنقولة عن طريق الماء الملوس مثلا التهاب الكبد الفيروسي ألف والتهاب الكبد الفيروسي هي أو إي حمى التيفود حمى بتنتقل عن طريق بكتيريا اسمها بكتيريا السلمونيلا موجودة في المية الملوسة وموجودة في البيت كمان وموجودة في جلد الدواجن تمام حمى التيفود أو التيفؤيد زي ما بيسموها أو البارا تيفؤيد دي حمى بتبقى مصحوبة بأعراض شبيهة بنزلات البرد في الأول خلاص وبعد كده بيظهر معها سعال جاف ويظهر معها بعد كده حمى وسخونية وألم في الجسم شبيهة بالإنفلوانزة بالزبط وبعدين دي يبدأ يتطور الأمر إلى ألم في البطن وإمساك تمام ويتطور الأمر إلى عدة أسابيع تعالوا نبص كده على حمى التيفود فيديو اللي قدام حراركم أول ما يميز حمى التيفود ارتفاع في درجة الحرارة دي بكتيريا السلمونيلا التيفود بينتقل عن الطعام والماء الملوس طبعا البراز الأدمي اللي بيلوز شوف الطفل هنا بيتبرز ممكن يكون حامل لميكروب السلمونيلا ينتقل إلى مياه الصرف ومياه الراي من الحاجات العلامات المهمة صغور طفح على منطقة البطن والصدر بتكون مصحوبة بصداع وبتكون مصحوبة أيضا أحيانا بتقرحات في الأمعاء تسبب ألم شديد أعراض الإسبوع الأول صداع وقيق وفقدان للشهية وألم في البطن الأسبوع الثاني حمى وإمساك وفقدان للشهية وفقدان للوزن الأسبوع الثالث بيسموه الأسبوع الخطير الماء الملوس أثناء مشاهدتك لهذا الفيديو يتعرض حوالي 500 طفل في العالم لخطر الموت نتيجة تناولهم ماء ملوس أرجوكم تلوص الماء كلنا شركاء فيه لا تلوص ماء النهر دي كانت قاعدة أو السوابت الأساسية عند المصري القديم لا تلوصه ماء الصرف لا تلوصه ماء النيل لأن حمى التيفود قد تنتقل عن طريق الماء الملوس حمى التيفود عبارة عن حمى بتبدأ بأعراض شبيهة بالإنفلونزة ألم في الحل ورشح تكسير في الجسم سعال جاف امساك صداع فقدان للشهية إعياء في الإسبوع الثاني بتتطور الأعراض زيادة الألم في البطن والحمى ما زالت مستمرة والحمى بتاعتها بسموها low grade يعني بتبقى مش عالية قوي بتطلع زي درجات السلم بتعلق الأول تبقى تمانية وبعدين تمانية ونص وبعدين تسعة بتطلع درجات سلم ولما بتيجي تنزل مع العلاج بتنزل برضو درجات سلم وممكن في الإسبوع الثالث لو أهملنا علاج حمى التايفود الحادة ممكن تتسبب في التهابات في العمود الفقري وقد يعني قد قد تؤدي إلى التهابات في المخ بسموها تايفود استيت وغيبوبة تم النهاردة تشخيص حمى التايفود بيتم واحد عن طريق الأعراض الإكلينيكية اللي لازم يعيها الطبيب في أي إنسان عنده أعراض شباب الإنفلونزة اتنين في الإسبوع الأول ما بنقدرش نكتشف حمى التايفود اللي من خلال مزرعة للدم ناخد عينة من الدم بطرق خاصة ونزرعها ونشوف فيها ميكروب السلمونيل لو لا والإسبوع الثاني بيبدأ أجسام مضادة تعلى فيه الدم وبنشخص من خلالها التايفود من خلال اختبار اسمه اختبار الفيدال أو ممكن عن طريق تحليل البراس العلاج بتاع حمى التايفود لازم ياخد المضاد الحاوي وهناك مضادات حاوية واسعة المدى بتسيطر على ميكروب السلمونيلة ولا يتم التوقف عن إعطاء المريض المضاد الحاوي إلا بعد التأكد من الشفاء لأن بعد ما بتشفى الأعراض ممكن أو يظل المريض حامل لميكروب السلمونيلة في البراز أو في البول وده ممكن يسبب لنا مشكلة بعد كده في الفود هندلرز الناس اللي هي بتمسك الأطعامة الطبقين والشفات والناس اللي بشغلوا في المطاعم ممكن يكون البراز بتاعه في حمى تايفودية أو ميكروب السلمونيلة ينزل يلوس ماء الصرف ويرجع تاني للبناء دمين عشان كده حمى التايفود أصبحت متوطنة في بلدنا طيب بالنسبة ليه التطعيم التطعيم ضد التايفود بيعطى عن طريق تطعيم بيعطى عن طريق الفم بيدي مناعة أ بس مناعة أ مش يعني حوالي خمسين أو سبعين في المية لأن الأساس في الوقاية من التايفود هو البروبر هيجين أو النواحي الصحية غسيل الإيدين بطريقة صحية زي ما ورناكب قبل كده من كم حلقة غسيل الخضر والفاكهة بالمية وبالخل وننقعها فترة كفاية غسيل البيض ما نجيبش البيض كده من برة ونحطه في التلاجة وبعدين أجي أشاره ويبقى على السطح بتاعه سلمونيلا لازم أنقع البيض في مية بخل وامسحه كويس قوي علشان ميكروب السلمونيلا بيبقى عايش عليه ما ناكلش البيض الناي لأن البيض الناي بيبقى فيه سلمونيلا لازم ناكل البيض ألمطه جيدا ما ناكلش جلد الطيور الفراخ والبط والوز والكلام ده الجلد بتاعها بيبقى ملوس به السلمونيلا نحرص دائما على أن احنا نغلي اللبن لأنه برضو من مصادر انتقال السلمونيلا لازم نحرص دائما على أن احنا نشرب مية نضيفة بقدر الإمكان مش شرط مية معدنية ولا مية معبئة لكن على الأقل مياه نظيفة ده التلوث المائي وأصره واخدنا مثل لي حمى التيفود طيب معنا اتصالات شايماء صباح الخير صباح الخير يا شايماء علوه طيب حاول الكلمينة تانية يا شايماء طيب من الأمراض المنقولة عن طريق التلوث المائي التهاب الكبد الفيروسي ألف هذا الفيروس بينتقل عن طريق الماء الملوث والطعام الملوث نتيجة اختلاط براز أدمي يحتوي على الفيروس بمياه الصرف أو مياه الشرب بنشرب المية أو بناكل الطعام الملوث بينزل الفيروس الفيروس ده بيخترق الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي وبيمشي في الدم أثناء مرحلة مروره في الدم بيعدي على أخونا الكبير بيعدي على الكبد ويسبب التهاب في خلايا الكبد خلاص؟ طيب في المرحلة الأولانية اللي فيها الفيروس ماشي في الدم بيعمل أعراض شبيهة بالإنفلوانزة رشح واحتقان في الحل وسعال وصداع وألم في الجسم خلاص؟ وهنا تكمن الخطورة لو الأعراض دي جرينا ودينا أسبرين أو ودينا مخفضات حرارة أو مسكنات للألم خاصة في الأطفال ممكن تدمر لهم كبدهم ويصابوا بما يطلق عليه راي سندروم أو متلازمة راي معانا سهير ألو ألو أه يا فندم اتفضلي ألو ألو اتفضلي يا فندم حضرتك الدكتور؟ أيوة يا فندم صباح الخير يا دكتور صباح الخير الآن عندي شفية رسية؟ أيوة بس آآ وبيجي لي رش حماية آآ في رجلية آآ ويبعمل آآ نوالي كل ثلاث شهور كل ست شهور حسب يعني طيب إيه المشكلة؟ المشكلة عايزة أعرف أنه هو الفيروس ذهبي ميخفش يعني ولا إيه؟ هل أفضل أعمل على طول الدوالي المريء دي على طول؟ الدكتور ما شرح لكيش إيه اللي عندك؟ لا ما هو قال لي عندك دوالي المريء بس وفيروسي يعني ما شرح لكيش هتربطي أو تحقيني الدوالي دي لا ما قربتني قبل كده كذا مرة أيوة ما فهم كيش؟ لا ما فهمنيش ليه؟ اسأليه وقلله يا دكتور حاضرها دهو الحوار الطبي أو الحوار بين الطبيب والمريض غاية في الأهمية وفي العالم كله بيهتموا بحاجة اسمها البيشنت ايديوكيشن أو التسقيف أو تعليم المريض لازم نشرح للمريض بتاعنا ما هو طبيعة مرضه إلى متى تستمر الأدوية ما هي المضاعفات المحتملة ما هي الإجراءات الطبية اللي احنا بنعملها وبنعملها ليه؟ يعني الست سوهير بتقول عندي فيروس سي وعندي بربط أو بحق دوالي في المريء معنى كده أن الست سوهير أصبح عندها درجة من درجات تلايف الكبد يبقى فيروس سي ست سوهير عملك تلايف في الكبد وتلايف الكبد ده عملك مضاعفات اللي انت بتدعاني منها اللي هم حاجتين عملك حاجة اسمها دوالي في المريء يعني خراطين كده عروق زي اللي موجودة على ظهر الإيد دي موجودة في منطقة المريء طب دوالي المريء دي بنربطها لك أو نحقنها لك ليه؟ علشان حضرتك ما تنزفيش لا قدر الله ترشي دم أو ينزل براز اسود قد يهدد حياتك طب بنربطها أو نحقنها قد إيه؟ حسب حالة الدوالي يعني أنا بنربطها لك النهاردة ونقولك مثلا تعالي بعد إسبوعين نعمل منظر نشوف العروق دي نجفت ولا لا؟ لقينها جفت شوية نقولك ناخد ربطها تانية نقولك بعد شهر بعد شهرين بعد ستة بعد سنة وهكذا يبقى هنفضل نربط أو نحقن الدوالي دي أو لها العروق اللي ماشي فيها الدم دي لغاية لما تجف الدم اللي فيها خلاص عشان ما اتعرضكيش لخطر النزيف انت بقى بتقولي أنا برشح كمان ميا برشح ميا في رجلي برشح ميا في بطني ده برضو من مضاعفات التليف معنى كده ان عندك نقص في زلال الدم وواضح ممكن نكون حضرك بتاكل بملح كتير وبالتالي بتخزيني ميا في جسمك فلازم تدومي على ان انت تاكل من غير ملح خالص وتبتعدي عن الملح ظاهره وبطنه خلاص ادي قصتك يا ست سهير معنا سمر صباح الخير يا سمر ايه دكتور اهلا بيك اتفضلي ازاي حضرتك الحمد لله بعد اذن حضرتك ممكن اسألك بس على حالتين اتفضلي ايه اول حالة اخويا دايما معدته تعباه وعلى طول ما بيأكلش كويس وعنده امساك مزمن والقولون ودايما كده مكان المريء مش المعدة بيجيله ارتجاع في الاكل ومش عارفين احنا يعني يحلل ايه ولا يعني ايه السبب اللي هو فيه ده مش عارفين طيب ادي حالة اتفضلي تاني بعد اذن حضرتك اه ابن خالقي كان كان تعبان كلا وبعد كده بقى تحسن وقاله كان بيغسل بس بقى له فترة كبيرة ما بيغسل ليه؟ يعني كان جاله تعب في كلا كده مفاجئ البولين يعني كان بيغسل كلا مش كده؟ اه كان بيغسل بس مدة بسيطة يعني وبطل الغسيل اه والدكتور قال له ليه بطل الغسيل؟ لان الحالة كانت البولينة عالية والكرياتينين وقال له يعني خلاص ما عادش محتاج انه هيغسل بقى له فترة كبيرة وبيتابع وظائف الكلا كويسة والكلا ما ضمرتش ولا حاجة؟ يعني كان فيه بس حاجة بسيطة يعني حاجة قليلة قوي طب ايه المشكلة؟ دلوقتي بقى له سنتين تحايله مظبوطة وحل التاني تلعت يعني رجعت عالية التانية والكرياتينين يرجع لدكتوره فورا اللي كان بيغسله؟ الدكتور يعني يرجع لدكتور طبعا اللي كان بيغسله عشان يشوف حالة الكلا طب والسبب بقى في اللي علوه ده ايه؟ لا للسبب ده كتير اوي يا سمر انت عرفة سمر يعني ايه؟ يعني ايه؟ مش عارفة معنى اسمك؟ لا عارفة ايه؟ الصهر والحفلات وكلا لا 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 حاضر حاضر يا سمر هجاوبك عن الحالتين واضح ان سمر مهمومة اوي بحالة اخوها وحالة ابن خالتها سمر ده اختصار لكلمة سرة من رأى يعني مدينة جميلة جدا تمام؟ فكانوا بيطلقوا عليها مدينة سرة من رأى فلما ناخد سرة سين ومن ميم ورأى اي رأى فصمر معناها سرة من رأى يعني كل اللي يشوفك ينبسط يعني تمام؟ طبعا هي صمر الحقيقة القصة الطبية اللي بتحكيها عن اخوها وعن ابن خالتها القصة الشائعة والمتدولة عندنا في مجتمعاتنا يعني يخشيلي المريض يقولي عندي معدتي تعبانة اقول له لا ما تقولش معدتي اقول بطني يعني المعدة فين؟ الناس بتخيل ان المعدة هنا في النص لا المعدة هنا على فكرة ده المنطقة دي اللي بسموه فم المعدة اللي هي التقاء المريء بالمعدة وورا المنطقة دي فيه البنكرياس ووراهم كمان موجود فيه القولون المستعرض وموجود هنا كمان الفص الايصر من الكبد فاكرين الصورة اللي ورتها لكم التسع مناطق بتاعة البطن فمنعودش نقول معدتي اللي واجعاني لا الواجع فين؟ الواجع في الجنب اليمين؟ ولا في الجنب الشمال؟ ولا في النص؟ ادي تلات مربعات؟ ولا في النص عند مستوى السرق يمين وشماله في النص؟ طب تحت مستوى السرق يمين وشماله ولا في النص؟ كل منطقة من دول فيها عضو من أعضاء الجسم هي قالت ان اخوها عنده واجع في البطن وعنده امساك اذا هنا المشكلة الاساسية في الامساك عدم الاخراج الجيد القولون يا جماعة على فكرة هو الفريم الخارجي للبطن يعني لما يجي لمريض ماسك بطنه من بره كده ده غالبا عنده مشكلة قولونية لما يجي ماسك المنطقة اللي في نص البطن اللي حولين السرق يبقى ده مشكلة في الأمعاء تمام؟ فالامساك المزمن هيعمله انتفاخ ويعمله ألم وعدم ارتياح في البطن طبعا وبتقول بيجي له حمودة وارتجاع طبعا دي قصة عبارة عن اعتلال في حركية الجهاز اللي لازم دكتور يشوف أخوك يا صمر ويقعد بقى يناقشه في كل حاجة بتمضغ الأكل ازاي؟ لأن عدم المضغ الجيد للطعام يسبب مشاكل بتهتم بنظافة فمك وأسنانك ولسانك ولا لا؟ بتشرب مياه قدي ايه؟ يعني كتير قوي جيني واحد يقول لي عندي امساك بتشرب مياه قدي ايه؟ يقول لي باشرب مياه كويس أقول له قدي ايه؟ يقول لي كوبايتين لا مش اقل من 8 كوبايت بتاكل ألياف قدي ايه؟ خضروات فاكهة قدي ايه؟ بتنام بالليل كويس ولا لا؟ وزنك الزيادة وكرشك ده ما بتنزلش الدهون اللي عليه ليه؟ تمام؟ بتلعب رياضة ولا لا؟ بتعمل تمرينات للتنفس ولا لا؟ بتعمل تمرينات لشد عضلات البطن ولا لا؟ كل الحاجات دي لازم نناقشها مع المريض المصاب باعتلال وظيفي في الجهاز الحضن معنا؟ قلوه؟ قلوه؟ ايوا يا فندم فضل يا محمد عنده مجس بطل ايه يا فندم؟ فبعد كده ودينا الدكتور دكتور قال له ان هو عنده نقص في حديد وما يكلش ألياف ويكل بروتينات وكده تمام؟ بعد كده الدكتور قال له لابد يعمل أشياء مقطعية ليه؟ قال له قال له في حاجة يعني في حاجة في القولون احنا يعني هو شكك فيها بس فهو رح عمل أشياء مقطعية لانا في حاجة في القولون وقفة اي لما الأكل بيعدي بتوجعوا يعني لما الأكل بيتحكي فيها بتوجعوا بس فهو الدكتور قال له نعمل أشياء نعمل منزار ع القولون وناخد عينة ونشوف هي ايه تمام؟ بس فهو هو بس يعمل منزاره كده بس أنا عايز يعرف يعني الخطوات دي صح اللي احنا ماشينا دي صح هو هال هو عنده عنده مشكلة في بطنه ايه؟ عنده مشكلة في البطن أمغاص وألم في البطن تمام؟ والأشياء المقطعية بتقول إن في حاجة في القولون اه مش كده؟ والدكتور قرر يعمل منزار عنده إمساك؟ لأ ما عندوش عنده إسهال؟ لأ عنده دم مع البراز؟ لأ ما عندوش طب الدكتور عايز يعمل منزار على المعدة ولا على القولون؟ لأ على القولون طب مش تسأله بتفكر فيه يا دكتور؟ ايه؟ اسأل الدكتور أنت بتفكر فيه عايز تعمل منزار على القولون ليه؟ طبعا زي ما بقول لكم حتة الكميونيكيشن أو التواصل بين الطبيب والمريض دي غاية في الأهمية وللأسف بعلنها أنها أحد أوبئة التداوي في مصر التعامل بين الطبيب والمريض غامض تماما لازم الدكتور يشرح للمريض أنا بعمل الإجراء ده ليه لازم النهار ده بيقول لك عندي واجع في بطن الواجع ده فين منطقة طب انت بتفكر أن يكون المرض فين في المعدة الاثنى عشر للأمعاء للقولون طب إيه العلامات الإكلينيكية اللي بتخليك تقول يعني هو بيقول له أصل الأشعة المقطعية بينت أن في حاجة بتقف في الققولون يعني البريم أو السبغة مش معدية في الققولون هل فيه سدد في الققولون عشان كده طلبت المنزار على الققولون دي حاجات لازم نناقشها مع المريض ونوضح للناس إحنا بنعمل الإجراء الطبي ليه حتى لو أنا بفكر في ورم مش عيب إن أنا أقول للمريض أنا بفكر في ورم خلاص هنطلع فاصل ونواصل مع حضراتكم ويسعدني جدا إن أنا أتلقي اتصالاتكم الهاتفية والرد عليها في لفظ شائع عندنا جدا اسمه يقول لك ده عنده برد في المعدة تمام برد المعدة ده حققته إصابة الجسم بالتهاب في المعدة نتيجة التعرض لفيروس بينتقل عن طريق الرزاج زي فيروس الإنفلونزا عش كده بيسموه إنفلونزا المعد الفيروس ده اسمه نوروفيروس أو اسمه الأصلي لما اكتشفوه اسمه نورووك فيروس أو نوروفيروس النوروفيروس موجود دلوقتي وفي الوقت البرد ده بالزاد بينتقل عن طريق الرزاج وبيعمل برضو أعراض احتقان والتهاب في الحلق وبيبقى مصحوب بألم في المعدة وإسهال وأرجوكم علاجه مش مضادات حيوية لأنه لما تاخد مضادات حيوية لحالة التهاب فيروسي بتضعف منعة الجسم أكتر وبتخلي الأعراض تزداد يعني بدل ما تخف فيه خلال 48 ساعة بتخف فيه خلال أسبوع فكتير أو من الناس اللي موجودة دلوقتي واللي سمعيني اللي عنده ألم حرارة بسيطة شوية احتقان في الحلق شوية ألم في المعدة شوية إسهال لونه أصفر أو مية خالص أرجوكم ما تاخدوش مضادات حيوية وحكاية مطهرات القولون والكلام الفرق ده ده نوروفيروس وده بيتعالج بسوائل دافية نعناع ينسون كراوية نشرب مية كتير نشرب شربة شربة خضاء شربة شعرية شربة لسان عصفور حتة سمك مسلوق صدر فرخة مسلوق بس مش أكتر من كده وتتحسن الأعراض لو حضرتك خدت مضادات حيوية هتزود الأعراض وهتخليها تقعد أكتر من اللازم معنا فيديو بسيط بيوري لكم النوروفيروس أو إنفلوانزا المعدة أهو في الشتاء بينتشر هذا الفيروس الراجل ده عنده غسيان وقيء أهو الفيروسات موجودة في المعدة عملاله التهاب بينتقل هذا الفيروس عن طريق الطعام والشراب الملوس وأهو من الإنسان بينزل في البراز ينتقل إلى الإنسان مرة أخرى أهو بيعتص بينتقل عن طريق برضو الرزاز يبقى بينتقل عن طريق الطعام ويعمل ألم شديد في البطن وصداع وأعراض شبيهة بالإنفلوانزا مع إسهال بيعد يومين أو تلاتة وأهم حاجة ما تنساش تشرب مية وسوايل كتيرة وتاخد أكلات خفيفة تفحية حتة توست شوية كرفس وما تنساش تغسي الإيدة كويس قوي بالمية وبيء الصبون علشان هذا الفيروس ما يبقاش منتقل بين الناس من الأعراض زي ما قلنا أو الأمراض المنتقلة عن طريق تلوس الماء فيروس الكابد ألف أثناء مرور الفيروس لما قلنا أخدنا مية أو طعام ملوس بالفيروس بيمشي في الدم أثناء مروره في الدم بيعمل أعراض سخنية رعشة كحة زكام ألم في العضلات زي نزلة البرد ولو جذفنا وأخدنا مسكنات وأسبرين ممكن الأطفال يصابوا بما يطلق عليه متلازمة راي ودي خطيرة جدا لأنها بتضمر الكابد وبيحصل ارتفاع شديد في الصفرة وقد يصاب الطفل بيه غيبوبة كابدية فأرجوكم اللي عنده أعراض احتقان في الحل ما يجذفش ويجري على طول على أخد الأسبرين وإعطاء الأطفال الأسبرين تحسبا أن يكون دي بداية التهاب فيروسي كابدية ألف طيب بعد شوية بتبدأ بقى الأعراض تبان غسيان وقيق وألم في الجنب اليمين من البطن ويبدأ لون البول يتغير يبقى شبه الشاي يعني دوست لقى لون البول نازل أصفر وعليه رغوة كده لون الشاي أو البراز يبقى لونه فاتح لون السلصال وتبدأ العين تصفر وهنا بقى يبدأ تشخيص المريض مع ظهور هذه الأعراض بتبدأ درجة الحرارة في الانخفاض تدريجية اللي عايز أقوله دايما أن في التهاب الكابد الفيروسي ألف انزيمات الكابد بتبقى مرتفعة جدا خمسميات وألف وسعات تلات تلاف وبشوف أرقام عالية قوي وممكن الصفرة تبقى عالية يعني ممكن تبقى بسيطة أو متوسطة وأحيانا بيبقى فيه ارتفاع شديد في الصفرة مصحوبا بحكة جلدية خاصة لو المريض في المراحل الأولى من المرض زي ما قلنا أخذ مضادات حيوية أو أخذ أسبرين وكمان الأعراض بتاعة الحكة دي بتبقى أكتر في الكبار علاج التهاب الكابد الفيروسي ألف عبارة عن واحد راحة اتنين غذاء خفيف حكاية بقى عسل ثم عسل ثم عسل دي يقولك بطل الأكل وحط في بقى الحيان عشرة لتر عسل كل الكلام ده كلام فارغ بالعكس إحنا محتاجين غذاء خفيف يعني نديله بسكوت سادة نديله مثلا شوية جيلي نديله زبادي شربة شعرية شربة لصان عصفور بطاة صايا مسلوقة شوية جزر شوية فاصولية مسلوقة نبعد عن الدهون لأنها هتعمل للمريض سيان وقي ما فيش مانع من إن أنا أحطله معلقة عسل مع الأكل لكن بدون مبلغة في أخذ العسل ممكن سدر فرخة بعض الناس بيخافوا يقولك إيه أصدلتها بكابدي يبقى ممنوع عليه البروتين بالعكس أنا عايز أديله بروتين لأنه ده مش مريض مزمن مش مريض تلايوفي ما عندهش غيبوبة كابدية إلا لو المريض داخل لقدر الله في أعراض غيبوبة كابدية هنديله سدر فرخة هنديله أرانب أنا بحب جدا لحم الأرانب لأن لحم الأرانب لحم أبيض سهل الهضم في نسبة جيدة من فيتامين بي وفيتامين بي 12 بالذات ومفيد جدا السمك المسلوء أو المشوي مفيد جدا جدا والتونة مفيدة أوي والسوايل بكسرة مهمة معانا معانا مونة صباح الخير يا مونة صباح مونة أهلا بيك يا فندي أهلا بيك يا دكتور من فضلك أنا عندي بنتي عندها 12 سنة أيوة كان جالها إصابة بفيروس كان جالها أعراض لحضرتك بتقول عليها ولما حللت لها طالع إن هي عندها فيروس أيوة بعد كده الدكتورة الدكتورة داها دوا وبعدين الحمد لله شكرا رب العالمين خفت وحللت لها مرتين ولقيتها خفت كمام السؤال دلوقتي حراركة دكتور هي بطنها عالية شوية بالرغم من إن هي جسمها مش طخين ونمرت اتنين هل الفيروس دا ممكن نرجع تاني يعني عمل لها كل فترة تحليلات عشان أتطمن عليها لأن أنا ما عنديش غيرها حاضر ربنا يخلي وهي عندها إنسك أيوة هو دا حاضر هجاوبك حلا يا مون هولا نتطمن يا مونة زي ما احنا قلنا إن فيروس A أثناء مروره في الجسم بيعدي على الكبد يعمل التهاب في خلايا الكبد ويتركها ترك الكرام يعني بنتك استحالة تبقى مريضة كبد خالص دا غير B و C خلي بالكم يعني B و C بيقلب بالتهاب مزمل في الكبد لكن فيروس A مجرد ما إنزمات الكبد رجعت للطبيعي تماما والصفرة رجعت للطبيعي تماما شكرا خلاص المريض دا خف مش مريض كبد مزمن ولا حاجة في حكاية إنه يرجع صعب لأن بالعكس دا هي خادت مناعة طبيعية ضد هذا الفيروس وعلى فكرة بالنسبة للناس اللي خايفة من هذا الفيروس التطعيم بتاعه متاح في هيئة المصل واللقاح الهيئة المصرية العامة المستحضرات الحيوية واللقاحات خلاص حتت بقى النبطناها عالية من الإمساك إذن هي مريضة إيه يا مونة؟ هي مريضة إمساك خلاص نبحث بقى في سبب الإمساك البنت دي بتشرب مياه قد إيه؟ بتاكل خضرات قد إيه؟ بتاكل فكهة قد إيه؟ حل بتديها أطعمة تساعدها على إن هي تتبرز الأطعمة اللي بتساعد على تليين البراز زي مثلاً الأراسيا التين عارفين من أقول الخشاف بتاع رمضان مفيد جداً الكوسة من الحاجات المزلقة الألبان اللابان الرايب من الحاجات المزلقة حل مثلاً عندها التهاب حوالين الشرج حل عندها شرخ أو بواسير الشرخ وارد جداً في البنات في السن ده حل البنت دي بدأت في مرحلة البلوغ ولا لأ لأن مع مرحلة البلوغ وبيبدأ منطقة الحض تحتقن ومع الاحتقان يبدأ الحز ومع الحز يظهر إمساك والإمساك يؤدي إلى مزيد من الحز ودائرة مفرغة فلازم قبل ما نقول بطناها منفوخة لازم نبحث سبب الإمساك ويتم إعطاء البنت العلاج المناسب زي ما قلنا قبل كده إن علاج الإمساك مش ملينات علاج الإمساك اتباع أساليب صحية واحد تشرب مياه كفاية اتنين خضروات وفاكهة نظام غزائي متوازن تمرينات لعضلات البطن تدريبات للتنفس ثم ملينات بحذر وتحت الإشراف المتخصص يعني ما روحش على السيدالي ويقوله ديني أي ملين خلاص لا الملينات دي أصناف وألوان في عندنا ملينات أسموزية وفي عندنا ملينات مثيرة لحركية القولون وفي ملينات بتكون يعني بتساعد على تكوين الكتلة البرازية بسموها ملينات مكونة للكتلة البرازية وفي ملينات بتستخدم عن طريق الحقن الشراجية وفي تحميل أو لبوس شراجي فالقصة كبيرة جداً مش مجرد ملين وغيره وخلاص لازم أعرف سبب الإمساك لازم أغير عادات السيئة أو عادات الصحية نميها عند البنت وأديها ملينات بدرجة من الوعي الكبير تحت إشراف طب المتخصص في خطأ كبير جداً بيقع في الناس في السن ده إنها بتعاقب البنت على عدم دخولها الحمام أو تقول لها خشي وتفضل مخليها قعدة على التويلت وتحزق مرة واثنين وثلاثة لو طفلك دخل قعد على التويلت وما قدرش يتبرز في خلال ثلاث أو أربع دقايق ما تجبروش على إنه يتبرز يخرج لو سمحت ويؤيد الكرة مرة أخرى لأن الحزق ده يمكن يسبب له مشكلة وما تعاقبش الطفل على عدم تبرزه ما تضربهاش عشان ما يحصلش ردة فعل إنعكاسية تؤدي إلى المزيد من الخوف والمزيد من الإمساك خلاص ودرب طفلك على استخدام المرحاض الصحي وعلى فكرة المرحاض البلدي بتاعنا اللي هو القعدة اللي نزل على الأرض دي بدأت ترجع النهاردة في أوروبا وفي أمريكا لأنهما بيقولوا أنها الوضع الأكثر صحية يعني بلاقي دايماً أطفال قاعد على القعدة بتاعت الطويلت وهو ممدود لقدام لا يقعد مفروض ويساعد على حركة التنفس لأن حركة عضلات البطن دي طلوعها ونزلها هو اللي بيزنق على القولون يخليه يتبرز في وضع كويس ما يبقاش متني لقدام ما تعودش الطفل إنه يجيب يقعد يمسك مجلة أو كتاب ويقعد يقرأ في الحمام وياخد العدى بعد كده ترتبط عدة التبرز عنده بقراءة الصحف والمجلات أو الكتب وخلافه كل دي وسائل مهمة أو يا مونة أو لغير مونة علشان نعالج إمساك الأطفال طيب زي ما قلنا فيروس ألف بنشخصه إزاي؟ بنخلال دلات في الدم الدلات دي عبارة عن إيه؟ طبعا إن إحنا ندور على الفيروس في البراز هو في المرحلة الأولانية للعدوى اللي هو أثناء مرحلة العطس والزكام ولغاية ظهور الصفرة وارتفاع إنزيمات الكبد بيكون البراز مليان بالفيروس وبالتالي العدوى هنا أولا لازم المريض يأكل بمعلقة لوحده وشوكة لوحده البراز بتاعه لازم لما يخش التويلت نغسل كويس أوي بالمية والصابون ويريت مواد مطهرة كمان ويغسل إيده كويس أوي علشان ما ينقلش العدوى للآخرين لكن هذا المرض لا ينتقل عن طريق التقبيل أو عن طريق الفراش يعني بص لا الأم عايزة تاخد الطفل بعيد وتركنه في أوضة بعيد لا هو خطورته كله في البراز اللي نازل منه في الأول خلاص ولا تقبيل ولا أي حاجة بينتقل به ولا عن طريق الدم لأنه مش موجود في الدم هذا الفيروس موجود في البراز طيب بنعمل تحليل بنلاقي انزيمات الكبدة عالية بنلاقي الصفرة عالية بنطلب تحليل للأجسام المضادة لفيروس ألف خلي بالكو بقى في نوعين من الأجسام المضادة لفيروس ألف في الـ HAV أو اسمه HAV ده الجسم المضاد IGM وفيها يسمعها IGG الـ IGM لو موجود يبقى ده معناه أن ده التهاب فيروسي كابلي ألف دلوقتي لو جي هو اللي بوزيطيف أو موجب معناها أن الطفل ده أخذ قبل كده ها؟ فيروس كابلي ألف وما حسش به وعنده الأجسام المضادة طيب معنا سماح صباح الخير يا سماح سلام عليكم بطي تلفزون شوية سماح لو سماحت زي حضرتك يا دكتور أهلا بيك يا فندم تفضلي أهلا دكتور تفضلي يا فندم أنا كنت يا دكتور بحس بأم النوم حس إن أنا مخنوقة حاجة خلقيني كده 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 معنا نفسي موضرش أخد نفسي فروحت لدكتور أنفو أذن دكتور لما كشف عليه وشافي ثاني أبيض في فتريات قال لي أنت عندك مشكلة في المعدة فروحت للدكتور آآ معدة قال لي كشف علي الصنار وقال لي أن أنت عندك آآ مشكلة في المعدة وعندك ارتجاع حمضي زي الكلور كده بيعمل لك فتريات في المعدة وهو اللي عمل لك المشاكل دي كلها والخنقة وبحس ضربات قلبي سريعة وبحس إن أنا مليش نفسي لأك وحاليا دلوقتي بعد العلاج بحس بمغز شديد ويسهل والترباط وحاجات غريبة بتحصل لك المعدة وساعات بحس إن أنا عايزة أرجع الخنقة دي بيجيلك بالليل يا سماح حاضر حاضر فأنا مش عارس يا دكتور أنا عايزة بالزبط هذا حالة تشخيص في بلدنا حاضر يا سماح اسمعي مني الكلام أولا حكاية الراجل اللي قاعد وجاي بجهاز صنار ويقول للمريضة أنت عندك التهاب في المعدة وارتجاع مش عايز ساميه طبيب خالص يعني الكلام ده مش علمي خالص الموجات فوق الصوتية ما بتشوفش المعدة يا جماعة الموجات فوق الصوتية تشوف الكبد تشوف المرارة تشوف الكليتين تشوف المبيض تشوف الرحم لكن تشوف المعدة لا خلاص هذا هراء مبين وحكاية بقص بجيلك فطريات في معدتك فطريات في معدتك دي كلمة كبيرة قوي يعني الفطريات دي ما تجيش في المعدة دي فيها ميت نار تقضي على أي حاجة ما فيش حد بجيله فطريات في معدته قال له مريض الكنسر ومريض الايدز والكلام ده كل فنراعي بقى الكلام اللي بنقوله للناس سماح بتقول إن أنا عصبية ومتوترة وبصحى بالليل مخنوقة وعندها التراب في نبضات القلب تمام لازم نمشي يا جماعة بطريقة علمية أول حاجة دكتور الأنف والأذن حيشوف سماح عشان نشوف المنطقة بتاعت الحنجرة أخبارها إيه لازم نتأكد إن منطقة القصبة الهوائية عندها كويسة اتنين على الأقل نعملها أشع على الصدر وموجات فوق صوتية على القلب لأنه ممكن يكون العرض اللي بتشتكي منه سماح ده عرض ما يطلق عليه ارتخاء السمام المترالي وممكن لها قدر لا يكون عندها حمر متزمية وهي صغيرة عام لها مشاكل في السمام المترالي وعمل احتقان تسبب لها هذه الخنقة تلاتة لو أنا حاببة تشوف فيه ارتجاع ولا لأ لازم أعمل منزار واشوف العضلة لما بين المعدة والمريء خمسة احتمال كبير إن يكون ده تقلص هستيري يعني في حاجة يسميها هستيريكال جلوبس هستيريكاس إن يكون سماح مخنوقة نتيجة تشنج عضلي في منطقة الحلق ستة ممكن يكون ناتج عن مشاكل في الغدى الدرقية فعلى الأقل لازم عملها وظايف غدى الدرقية سبعة أحيانا في بنات في سن سماح لأنه واضح إن سنها صغير يبقى عندهم اضطرابات في الدورة الشهرية ويبقى عندهم نقصة حديد فلازم أقيس نسبة الحديد ومخزن الحديد يعني لازم نمشي بالطريقة العلمية السليمة لتشخيص العرض الحقيقة اللي أنا بطلع به النهاردة من حلقتي من خلال اتصالات حضراتكم بأكد على أهمية التواصل السليم والصحي والعلمي بين الطبيب والمريض ويجب أن يراعي الطبيب مدى دقة المعلومة التي يعطيها للمريض ولو مش لاقي تفسير للأعراض قل للمريض أنا مش عارف أنت عندك إيه ده أبرك لك مليون مرة من أنت تدي له تفسيرات وهي تدخله في مشاكل أكتر من اللي هو بيعاني منها سعيدتي جدا بلقاء حضراتكم وألقاكم على خير الأحد القادم إن شاء الله مع عيادة الجهاز الهضمي والكاملات موسيقى